عبثاً يحاول المجلس العسكري في السودان إقناع المعتصمين في محيط قيادة الجيش بالعودة إلى منازلهم فمن انقلاب على البشير إلى عز بن عوف تسعى المؤسسة العسكرية إلى نيل ثقة الشارع السوداني المتوجس من وجود العسكر في أروقة الحكم والسياسة متخذاً في ذلك العبرة من تجارب ثورية إقليمية أفسدها تدخل المؤسسات العسكرية من أجل يعانة إنتاج النظام الذي ثار الناس ضده المجلس العسكري السوداني منذ أعلن عن خطته للمرحلة الانتقالية فتح الباب أمام تجاذبات سياسية بدأ فيها تحالف قوى الحرية والتغيير أكثر إصراراً على أن يسلم العسكريون السلطة لحكومة مدنية بل إن التحالف وفق تصوره لآليات ترتيب انتقال السلطة في البلاد يرى أن دور المجلس العسكري ينبغي أن ينحصر في عرض من المهام البروتوكولية كتعين رئيس القضاء بعد اختياره من مجلس القضاء الأعلى وإجازة الاتفاقيات الدولية مع المجلس التشريعي واعتماد سفراء السودان وقبول اعتماد السفراء الأجانب أما عن الحكومة المدنية المناطبها أن تتولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية فقد اشترط تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيلها من كفاءات وطنية نزيهة مشهود لها بالخبرة والنزاهة والمهنية على أن تكون في حدود سبعة عشر وزيراً فيما تترك فيها وزارتاء الدفاع والداخلية للقوة النظامية على أن تكون مهمة تلك الحكومة محددة بالدعوة لمؤتمر دستوري وتنفيذ البرامج الإنقاذية خلال الفترة الانتقالية وبحسب محللين فإن الكرة الآن باتت مرة أخرى في ملعب المجلس العسكري المنشغل بترتيب بيته الداخلي من جهة ومن جهة أخرى بالتعامل مع تطورات المواقف الدولية والإقليمية من الأحداث في السودان فإما يقبل المجلس العسكري مقترحات تحالف قوى الحرية والتغيير كلياً وهو أمر مستبعد وإما أن يدخل في مفاوضات مع التحالف لتعديل بعض البنود أو ربما يرفضها كلياً وبالتالي يعود السودان إلى نقطة الصفر لأسيما إذا أعلنت قوى المعارضة من جانب واحد أسماء أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة المدنية والمجلس التشريعي ما يعني تصاعد احتمالات المواجهة بين الثورة والمؤسسة العسكرية